رجعنا للبيتاني وعلي يومين يخابر علي واحد مكتب بصويفية لبناني كيفك استاذ هذا لبناني وهذا لبناني اهلا وسهلا بدنا نشوفك احنا مكتب تابع الى روتاني بصويفية وحابين نتعامل معاك اذا تقدر تجيني طبعا شنو روتاني وتسمع انت مطرب طالع من العراق بلدك متهدم متفلش وما احد يعرفك يخابروك روتاني بهالظروف بتخيلوا شنو الفرحة اللي عد المطرب بصير رحنا آني وعلي نفس الحالة الى هذا المكتب طبعا طبعا مكتب مهول من يعني ديكورات اللي بيه القاعد زحلق سكرتيرا قاعدة انتظرنا الان تفضلوا يا مدير المكتب سلام عليكم السلام كيفكم اعرف شنو قال احنا المكتب هذا فرع جديد فتحناه في الاردن وفتحنا سوينا اعلان بدنا بنات موديلات للإعلانات وللاغاني يعني الفيديو كليبات فراح تسأل نفسك كيف عرفناك قلت لاني بداخلي يعني انه اكيد انتم شفتوا قناة عراقية وشفتوني قال احنا ما نتابع قنوات عراقية يعني شاءت لغاني ماتنا اغانينا وقيثارة وما عرف شنو ذني اللي يقدمني طلعا لغاني ماتنا قال لا قال واحدة من الموديلات اه قدمت هي روسية اصلها ما ادري ما هي روسية اوكرانية ما هي نفس نفس الاخ فقدمت من ضمن الناس اللي قدموا اه وجابت يعني شون كسيفي تعريفة الها جابت اغنية هي مصورة وياك الاغنية كانت تتعودت الابنية اللي طلعت وياها باغنية تتعودت هي مقدمة تريد تكون موديل وياهم فهم شايفين الموديل وسامعين الاغنية فقال عجبنا صوتك والستايل اللي انت تغني به اه واحنا نريد نوقع عقد وياك لمدة خمس سنوات ننصرف عليك ما يقارب ثلاثة مليون اربعة مليون وننطيك مليون دولار كاش الك وتوقع العقد ويانا لمدة خمس سنين الله مليون دولار مليون دولار وروتانة وخمس سنوات من يقول لا هنا شباب يعني هنا يشهد الله ما اعرفش اقولاني يعني اكو فد اموات صارت بداخلي كارثة وكان ينطيني العقد بدأيا قتلى هنا انا رأسا جاوبته على مدما اضعف قتلى راح اخذ العقد ندرسه ونجاوبك قادييني قال شو قال شو شو تدرسه قال لي عم الناس تتوسل شو تدرسه قتلى انا ادرسه يا الله ما ما يعني هو تفاجأ بس انا بداخلي يعني صراحة كحب للوضعية اللي ده صير يعني النفس اماره بسوء صدق تملخت بداخلي بس قاومت وعفت يعني عفتنا هاي وطلعنا اهاني وعلي تركنا ما قبلنا ما قبلنا المليون دولار ولا قبلنا العقد ولا قبلنا كل شي وطلعنا طبعا هنا والله الموضوع موسهل يا شباب يشهد الله اللي آني دا اقوله كلام اي انسان يمر بهالتجربة وبهالوضع وبهالوضعية بس الله سبحانه تعالى يجدد على قلبه مستحيل يعني موسهل بس آني قلت لكم رب العالمين انطانا الخطة قبل ما رح تواجهنا طلعنا من المكتب مثل الواحد ملطومه برأسه بوري دايخ ما يعرف شي يسوي رجعنا للبيت الاختبار الثاني عبرته طبعا هذا الحجي اني ما حاجي بس الامليث الله يبارك بها ويحفظها اجياد قلت لها الامليث واحد اثنين ثلاثة صار ويايا واني قررت اتوب وارجع الى الله سبحانه وتعالى لو غير ما راشيد قل لي شلون وعيشتنا وفلوسنا والذهب وحياتنا ونستنا وولدنا ومدارسنا والله العظيم امرأة عظيمة اش قلت لي قلت لي الحمد الله والشكر وصلت لهالمكان الله هداك اني بظهرك لو نعرفناك والخبزة يابسة اتحمل واحنا متحملين وياك طبعا فتحت قلبي قلت لها ولدنا شلون قالت ما عليك اتحمل وبالفعل حتى ولدنا حاربونا محاربة لان بدت الامور وبعدين تنقص عدهم الفلوس المعارف شنو الدنيا كلها راعت حاربنا المهم استعدتها لامرأة ويايا الله يجزاها كل خير والله يبارك بيها وبتربيتها وبأهلها فطلعنا من الاختبار الثاني اجي الاختبار الثالث خال علي اجي خطار يم علي من بغداد يم عنده علاج واجي يم علي خال علي اني احب جدا الله يرحمه ويحب علي وكل شو نحبه احنا محترم الله يرحمه أبو أحمد وتوفى الله يرحمه اثنيناتنا نحبه اجي عنده علاج اهلا خال وشونك فرحنا بي وما عرف شنو من هالسوالث وحمد الله على سلامتك وان شاء الله احنا ولدك واحنا وياك ونراجع وياك لمستشفيات ومن الحاجة لأمور تمام ما عدنا مشكلة صارت المغربية اه خال علي دخل للغرفة المهم ورا ساعة طالع عنه لا بسقاط ورباط وعطر ومزين لحيتة وهذي ها خالوا ما شاء الله شو عن الريس شنو السالفة وين هذي شاني يقول يالله قوموا قلنا له شنو شاني يقول يالله موعدكم حفلات وغاية من دنروح نسهر وياكم وهذي علي باوا علي وانا باوا علي شو نقول له قلت له خالوا احنا بطلنا ما قلنا الاعتزلنا في سبيل الله قلنا له خالوا بطلنا شاني يقول شنو بطلتو قلنا له بطلنا يعني من نشتغل بلاش منو بطلكم قلنا له خالوا مو بطلو انا احنا بطلنا لا شون تبطلون شلون ما عرف شنو منو بطلكم يا با خالوا والله ما حد بطلنا انطوني تليفون فاروق ابو عمر البرزنشي صديقي ضابط وانا خابرة خلي رجعكم لك عمي والله والله احنا ما حد بطلنا احنا بطلنا منا احشايا منا احشايا وعرف احنا يعني بطلنا في سبيل الله ودا نصلي انقهر جدا من عدنا فصار ضغطة ثانية انو الانسان اللي نحبه اه كان حاطب باله انو يطلع ويسهر ويغير اجواء العراق الخنقة اجي اختنق ويا وانو باختنق نحنا ويا عبرنا الثالثة بدت تجيني عروض حفلات كارثية من ضمنها نادي ما اعرف شي اسمه الله على طريق المطار ما لتم والاردن يسهر بي حتى هذا ملك عبدالله ملك الاردن يجيبون بيه مطربين مشهورين عرب يخابرون يردوني حفلات بيه قامت تجيني حفلات اعراس ارقام خيالية اسعار خيالية يمقاومين هنا تجيني اوراق السفر ما لتنا ما الامم المتحدة قبل ما يصير هذا الحدث شنو ترافض العفو رافض اسافر ولا ببالي اسافر فاجت اوراق السفر انو المقابلة الثانية رحنا رحنا للمقابلة فهي اللي حجت وياي بالمقابلة الثانية قالت تليش رافض السفر قلت لها يعني عندي هنا حياتي وشغلي وحفلاتي ومن الحتي فما محتاج اني اسافر على شنو اروح لاجئ عندي فلوس وعندي حياة لانش تغني حفلاتي زينة قلت انت تفكر اليوم ماذا تفكر باشر اولادك مستقبلكم هذا البلد انطاك اقامة انطاك جنسية حتى لو عندك اقامة ماينطيك جنسية مايعاملك مواطن درجة اتغيرت حياتي واولادي جوني قال وبابا خل الروح كل اصدقائنا سافروا الامريكا كلهم راحة وخل الروح فانانا عندي الدافع اللي اني ابدي اغير حياتي واشلع نفسي من المكان اللي اني الشياطين دار ما داري ديركضون وراي فمن رحت عرضت علي طلعت لي قلت لي انت كونك فنان مشهور ومعروف هاي الكرة الارضية اختار البلد اللي تريد يتروح له واحنا موافقين انا اشرت على امريكا ايه قلت لي سمارت قلت لاني ابدل جوازي الضعيف باقوى جواز بالعالم فالمهم صارت موضوع السفر مالتي وعلي طلع لكندا بنفس الوقت بحيث احنا من اج موعد السفر انا رايح للطيارة انا عايف حفلة منطيني بها عشرة الاف دولار الساعة مالته وممكن تضاعف اذا اكثر من ساعة ناس اغنياء جدا ركبنا بالطيارة اه قلت لها لهم ليث والاولادي احنا رايحين حياة جديدة ما نعرف احد ممكن نفشل بالحياة ممكن ننجح لازم نكون عائلة واحد يسند الثاني انجعنا راح نجوع سوية انقلنا راح ناكل سوية حياة مو نفس طبعا ننفس حياتنا طبعا هذا اللي تكلمت يا عائلتي شهد الله وقعدنا ومليث قعدة واولادي قعدين قلت لهم اني تركت الفن في سبيل الله وده تشوفوني التزمت بالصلاة وبحياتي بعد ما اللي دخل بهذا العالم بس راح اخذ ويايا السيديات مالتي اني ما راح لامريكا قبل اني جاني عقد بالتسعة وتسعين وباقي هذا المطرب اللي بقبق سرق فراح اروح الامريكا ما اعرف شنو الحياة في حال احتاجين وجعنا اني راح اضطر اغني على مودنا كل نشرب واني فسرت بكيف من كان مضطرا غير باغن هنا انا بعدني اني ما مؤمن بقدرة الله ويايا استخدر الله رب العالمين بعدني انظر الى الامور الملموسة قدامي يعني انه انا اقدر اسوي وانا اقدر اسوي وهذا يقدر يساعد وهذا عايف يعني ما حاط من اولوياتي انه احط اعتمادي على الله سبحانه وتعالى لان اني جاي من حياة كلها غلط الى حياة تترتب هستوها ورب العالمين ادخلني بدروس وراح يدخلني بدروس الى ان يصطفيني الى فهنانا صعدنا للطيارة قلت العائلتي من راح اروح الامريكا حياتنا نبديها جديدة ما اريد احد يعرف مكاني الله اختار لمكان ابتعد عن كل الدنيا اريد ابدي حياتي جديدة ونبدي كلتنا حياة جديدة اتفقنا صعدنا بالطيارة طبعا الطيارة طريق طويل جدا 32 ساعة طيارات يعني اللاجئ اللي يروح يشعلون جد جد مو لاجئ موتو على ما يوصلوا المكان انهم مالت 32 ساعة الى اللاجئ الوحيد اللي انا ويا عائلتي طلعنا في نيويورك وباقي اللاجئين كل اللي ويان بالطيارة ودوهم غير ولايات نزلنا بنيويورك صعدونا بطيارة ثانية الى مدينة اسمها البني بنيويورك نزلنا بيها شوف رب العالمين سبحانه وتعالى الشون يهيئ لحياة جديدة انا اللي هنا راح وقف الخميس اكمللكم القصة بامريكا لو تردون هس اكمللكم امريكا هس الخميس القادم اذا الخميس كتبولي رقم واحد واذا اعترضوها هس كتبولي رقم اثنين